طيب نيجي بقى للكلام عن المفاوضات عايز اسألك وانت بقى مستشار الصفقات والتسويق طلعك خبر مهم من بارح الاتقال وولتر بواليا المهاجم الكنغولي تلقى الاهلي عرضا مغريا جدا لانتقاله الى احد الاندية قيل الاسيوية كان فيها تلميح كده من الكابتن سيف زاهر ان ربما تكون الصين شو ماقولك حاجة انا كنت حريس قوي ان اسمعك ايه الحكاة بالنسبة للنادي الاهلي لم يصلنا شيء بعد لم يصل انما ربما يكون حاجة عنده حاجة لسه هيعرض عن النادي الاهلي مقدرش اقول ان الخبر صح ولا غلط لكن اقول ان مفيش حد عرض عن النادي الاهلي بالنسبة لولتر بواليا بالنسبة لأي لعب لأي لعب انا لسه اسألك عن خبر تاني لا وتحديدا بواليا حتى مفيش اشاعة مفيش همهامة مفيش اتصال مفيش ورقة مفيش اتصال مفيش مثلا اه وكيل وصف حد ايه رأيكم لو جالكم حاجة هيمشي ولا لا بعكس بقى اللي انت جاي حتى سأل عليه بعد كده اللي سأل عليه كان في الوطن الاهلي عن عروض ديانجل الرحيل لا اساسة لها من الصحة ما فيش عروض. اه. لكن فيها مهامة. شوفتاني قلت لك لا همهامة ولا عروض. اه. في ناس بتحدف. اه مجسات كده. يعني بالنسبة لولتر بوليا. لا كول ولا ميز دو كول. ولا كول ولا ميز دو كول ولا حد مسلا داب دي برجلين. لسه. 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 لعدش داب دي برجلين. اه. لكن بالنسبة لليديا هنجعوا كلام. الناس بتقول نقدر نعمل كده نقدر نسأول كده. لكن موقف النادي الاهلي. هو هيعمله مع لعبته. ده لكل مقام كلام. لان الاهلي دلوقتي متمثل بكل العقل. طيب. الاهرام قال الاهلي بيقول لم نفوض زيزو وساسي. وانا احترم تعقدات الاندية. حمد فتح يغيب شهرين والدرندالي ينهي ترتيبات رحلة السودان. لم نفوض زيزو وساسي. ده كلام بتقال موقف رسمي من من الكابتن الخطير. مم. وكان دقيق الحقيقة يعني عشان برضو ما تبقاش الحاجة في المطلق. اه. لا يمكن استغلال الزر في الحال لزا مالك. اه في التفاوض مع اي لعب اللي عبيه حاليا. مم. يعني يعني يعني. اه في مرحلة تجديد اللي لعبته. لأ. اه. اذا كان حد بيقول لك. الاهلي داخله بتاع ما اه ما تسدقهش. مم. ما تسدقه. يعني خد راحتك وانت مع لعبك. خلص. طب افرد ان في لعب ما ولا ولا لعب في المستقبل. مش معنى كده ان عندي معلومة. انا بتكلم بقى في المطلق. في لعب. لا زا مالك عايزه. ولا هو عايز يكمل. خلاص. ما تعني عدش نربط بقى. ولكن هنته قلته. شوف. النهار ده كابتن الخطيب. موقفه واضح جدا. والنادي الاهلي واضح جدا. دعو الزا مالك في شأنه الخاص. يلملم اه اه اوراق. مم. طيب. الجمهورية المسلماني وضع خارطة خارطة الطريق للمسابة الشباب الاهلي تحت الميكروسكوب. واضح انه مهتم كتير بالعناصر الشابة. لا ما هو هو ما يعمل ماتش احنا اتفقنا. لم يعمل ماتش بين الشباب والاااا ما تبقى من عناصر. ده انت بتعمل يعني بعد ما العناصر تروح منتخب الولمبي وناس تروح للمنتخب الاول ومعارين. ايوة. ويدى فرصة للشباب. اذا الاهلي عنده صفوف وصفوف وصفوف. اه. وهو ده مهم جدا. انا كنت تبقى بعض سنتين. طب انا عندي مشكلة دلوقتي. في الباك رايت ولا في الباك ليفت. ولا في الوسط. مين من الناشرين دول من دلوقتي اناشر اه اقدر يدعمني في المستقبل. الساسها دي نجحت. شفنا عندما عاد اكرم توفيق كاتل الليلة عامل ازاي? لما عامل شريف عاد كاتل الليلة عامل ازاي? اه لما ناصر ماهر عاد كاتل الليلة بعد الاعراض. النهاردة كل الناس لازم تبص على احمد ريان. بقى في المنتخب الاول. شفت انت احمد ريان في المنتخب الاول. وعندك حتى في الفرقة دي اللي لعبت فهد جمعة. وفاجأ فهد جمعة دخاله مين? اه. عشان تشوف انه فرود ربما يكون في جين وراسي. اه. صديقك محمد رمضان. يا راجل. اه. ده بس لو قاعد مع محمد رمضان بس. بس رمضان لا اه ولا حد يعرف. انا عرفتها بالصدفة. يسعب. يسمع كلامه. صحيح. حيمشي على الطريق السليم. اه. لا ده انت هتخليني يبقى فادي. ده اللي حط رجله جاب الجنب. ما يميش حطت رجله. انا عايز ده. يشتغل زي محمد رمضان ولا لا. او عشر في المية. اه. يا رمضان ده ظاهرة. ظاهرة في في الحكمة. ظاهرة في القوة. ظاهرة في في الكفاءة. ظاهرة في في الاخلاص. اه. في حب الاهل الحياة. لا ده حاجة حاجة كده يعني. اه. صحيح. طيب دي ما كسب مرحلة الاهتمام بالشباب الحياة. وفي الاهرام المسائي مفاجأة. بيرسي تاو على ابواب الاحمر. بيتسو يطلب جوهرة الاولاد. والصفقة مطروحة مقابل مليونين وخمسمائة الف دولار. ده غير سرينه. ده سرينه تاني. ده بيرسي تاو. المرحلة الجاية بتاع بيرسي تاو يعني. دعنا انا بتطع. طيب المصر اليوم مسيماني يرفض العفو عن كهرباء قبل مواجهة المريخ. حمد فاتح يغيب ستة اسابيع وتجدد المفاوضات مع مليكة. كهرباء. لا استنى بس. اه. اقرأ الخبرين وراء بعض. طيب ده في المصر اليوم. في المساء مسيماني يعيد كهرباء للآلي بشروطه. بسطوب. اه. هو هو مسيماني ده موروش شغل يعمله. يعني مسيماني قاعد يصرح للإعلام. واللي للجرائب. والمواقع التواصل حعمل وحسابه يطالبه ده يرجع وده مرجعش ويرجع ده لو قاعد بيعمل كده بس مش حيلحق يقول كل الاخبار اللي موجودة في وسائل الإعلام. انا عايز لك بالاضافة لكده. يا جماعة عن اعمال العقل والله. لا انا عايز لك على حاجة ويا ريت نتأكد من دي برضو. هو الخطأ بتاع الكهرباء. كانيون كام? تمانية وعشرين. ازا انت بتتكلم في مرور شهر. اه? لو رجع يلعب دلوقات الاهل عافى عنه والاهل تنازل. مع انه حتى الناس وهي بتكتب مش وقت بالا هي مدة العقوبة اللي مدير الكرة فرضى. اقول لكم حاجة بقى. شهر. اه. اقول لكم حاجة الناس يفتشتغلكم. ليه بتشتغلكم? لان عايزة تصدر لكم صورة باستمرار واحنا بننجرب وراه. ونبتدي نقول هل انت مع بقاء كهرباء ام مع رحيل المسلماني? يعني نبتدي خش بحاجة واخد بالك. من فضلكم الدنيا مش ماشية كده. ولو الاهلي على المشاعر اوي كده ما كانش بقى الاهلي. قالك مسلماني وعيد كهرباء للاهلي بشروطه طلب من ادارة النادي تحذير اللاعب بعد بعدم تكرار مشاكله وإلا الرحيل في انتظاره. عرفوا من ايه? طلبة مسلماني من نادي قال مين نادي دي اه. مش في الجنين قال لهم يا جماعة بقى. قولوا للنادي ده. قولوا الرجل ده كذا كذا. اه. يا اهلي قولوا يعني طلب من سادة على العفيز طلب من خطيب طلب من مين? وهو محتاج يطلب يعني هو محتاج ينبهنا. ان الكهرباء بقى يا جماعة والنبي يا رب الحاجات الشقاوة دي ما ترجعش تاني يا كهرباء عشان محتاجين مجهودك ويلا بقى يلحق. بلاش تضيع وقت اكتر من كده. دي مش محتاجة مسلماني ولا عدل ولا ولا انت ولا اي حد يقول الكلام ده. ده هو نفسه لاجم يكون وصل للحقيقة دي. فمن فضلك يعني.